وفي هذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة الإعلام خلال مداخلة هاتفية في نشر سابقة أكد أن إدخال هذه العربات الحديثة والمتطورة يعزز من قدرات العمل الإنتاجي التلفزيوني ويشكل إضافة نوعية لما تمتلكه وزارة الإعلام من أسطول عربات للنقل الخارجي متوائمة مع التطورات الحديثة في تقنيات البث يسرنا اليوم كفريق البحرين في وزارة شؤون الإعلام أن نعلن عن تجهين أحدث عربات النقل الخارجي لخدمة البث المباشر لتغطيات الإعلامية الداخلية والخارجية واللي مجهز بأحدث التقنيات للبث التلفزيوني عالي الدقة HD ومتلائمة مع طبيعة العمل الإنتاجي لتغطية كل الفعاليات الرسمية والمعارض والمؤتمرات والمناسبات المحلية والدولية اللي تقام على أرض مملكة البحرين والحقيقة أن إدخال مثل هذه العربات الحديثة والمتطورة في الخدمة بيعزز إن شاء الله من قدرات العمل الإنتاجي التلفزيوني وبتكون بإذن الله تعالى إضافة نوعية إلى ما تمتلكها الوزارة من أسطول العربات للنقل الخارجي وبتكون طبعا متوائمة مع التطورات الحديثة في تقنيات البث المستخدمة في كافة تلفزيونات الحديثة والمتتبع الحقيقة لإنجازات وزارة الشؤون الإعلام في مشاريع تطوير البنية التحتية والإعلامية واستدامته يجد أن قطاعنا شغط كبير ولله الحمد في هذا الخصوص وبنسبة إنجاز عالية في إطار حزمة المشاريع المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة وبكل تأكيد هذا الإنجاز ما أتى من فراغ ما أتى إلا بإيمان المسؤولين كافة بأهمية هذا الجهاز ورسالته الوطنية بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير باسمي وبيسم كافة العاملين في الوزارة للأخ علي بن محمد الرميحي على متابعته الحثيثة لكافة المشاريع في هذه الوزارة وحرصها الدائم على استدامة منظومة البث التلفزيوني والإذاعي وتوجيهاته الحقيقة الدائمة لفرق العمل لإعطاء الدعم الإعلامي لكافة منجزاتنا الوطنية تسخير الأدوات الإعلامية المتاحة لهم في إعلاء كلمة البحرين محليا وخارجيا وهذا يعني يدلل أو يترجم ما نعيشه اليوم من خير ورخاء في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفده الله يحفظه متابعة مستمرة وحثيثة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس وزراء لكافة مشاريع البنى التحتية في المملكة ولا يسعني كذلك لأن أشكر شركائنا اللي كانوا معانا يعني في أول بأول في إنجاز هذه المشاريع وخص بالذكر كل من وزارة المالية ومجلس المناقصات وجهاز الخدمة المدنية على عملهم المستمر معانا أو دعمهم لا محدود المقدم لهذه الوزارة بالرغم من اللي نعيشه اليوم من ظروف صحية استثنائية ولإيمانهم ولإيمان الجميع بأن عجلة التنمية والتحديث مستمرة ولله الحمد في هذا العهد الزهر انضلاقا من التوجهات الحكومية الهدفة لجعل الإعلام الرسمي مواكبا للأحداث والتطورات العالمية في مجال الإعلام تم تدشين مركبات النقل الخارجي المطورة من النحية التقنية وطرق العمل ضمن حزمة من المشاريع البنية التحتية التي تقوم الإدارة العامة للشيون الفنية بتنفيذها تم بحمد الله تنفيذ مشروع عربات النقل الخارجي التلفزيوني في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة كورونا وشاركة في الإشراف على تنفيذه فريق مكون من عشرة من الكوادر الوطنية المشروع هو عبارة عن عربتين نقل خارجي تلفزيوني عالية الدقة واحدة مجهزة بعشر كاميرات والثانية بأربع كاميرات مع مكانية إضافة كاميرتين عليهم في المستقبل هذه المركبات تحتوي على أحدث تكنولوجيا وتعمل بأياد بحرينية ومستعدة لأي تحديثات تكنولوجية من الممكن أن تدخل عليها في المستقبل العربات الجديدة الحمد لله حطنا فيها خبراتنا وقدرنا نصممها على أنها تكون جاهزة الآن وحتى حق المستقبل لأن التكنولوجيا تتغير بسرعة فحتى في المستقبل البنية التحتية للعربات جاهزة لحق أي تطوير خطط تطويرية متواصلة في وزارة شؤون الإعلام من النحية الفنية والمهنية للوصول إلى أفضل التقنيات وأحدث الأسليب لإضافة بعد إعلامي جديد داخليا وخارجيا وزارة شؤون الإعلام تستمر بعملها للارتقاء بهذا القطع تحقيقا للنهضة الوطنية الشاملة واستكمالا لسلسلة الإنجازات المحققة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر